اشتركوا في القناة هذه هي المادة الأولى في الفصل الأول من مرحلة الدكتوراه طبعاً منهجيات الملاحظة واكتشاف الفرص هي تم تغطيتها في الدبلوم العالي وفي الماجستير لأهميتها وهي نعتبرها الأداء المفتاح لكل ما نقوم به في اختصال الهام اختصال الهام يقوم على استكشاف الفرص من داخل المشاكل من داخل التحديات من داخل ما يستشرف من المستقبل وبالتالي خلالها نصنع في الحقيقة التغيير المطلوب والتطوير المطلوب ونصنع مشاريعنا ونطور عملة الإلهام ونصنع معادلات الإلهام فالملاحظة هي يعني مفتاح كل هذا ما نقوم به بشكل أو بآخر زياراتنا الاستكشافية كتاباتنا دراساتنا ورقاتنا العلمية كل ما قمنا فيه ونقوم فيه بنفسنا أو من خلالكم أنتم إن شاء الله تكونوا أنتم المستقبل لهذا الاقتصاد لا شك أنه يقوم على الملاحظة واكتشاف الفرص طبعا في الملاحظة واستكشاف الفرص في هذه المقرر إحنا سوف نسهم في تعزيز مخرجات التعلم المخصوضة من برنامج دكتوراه في اقتصاد الإلهام فعند انتهاء من هذا البرنامج نتوقع إن شاء الله الطلبة تكون عندهم معرفة متعمقة بنظريات ومنهجيات اقتصاد الإلهام وعلى مستوى الدكتوراه أكثر من مستوى الماجستيرت بالطبع فبالتالي هم ناس يتداخلون مع النظرية يطورون النظرية ينتقدون بطريقة علمية النظرية كي يعني يساهمون في انتشار فكرها وتطويرها للأفضل وطبعا هما يكون الطالب إن شاء الله عزيزي قدرة أنه عنده ممكنات بحيث يربط هذا الاقتصاد اقتصاد الإلهام بالاقتصادات الأخرى طبعا من هداف هذه المادة أيضا أنها ترفع القدرة والكفاءة وتصنع العقلية اللازمة لتنفيذ مشاريع تطوير مختبرات الإلهام وأيضا تسهم بالدعم في الحقيقة رفع القدرة مقابل الطلب في مفهوم مختبرات اقتصاد الإلهام طبعا واحدة من الأساسيات أيضا أنها تدعم هذه المادة من خلال الملاحظة على استخدام مناهج الاقتصاد الملهم في حل المشكلات المعقدة وتطوير الاستراتيجيات وبالتالي رح نأخذ مادة إن شاء الله هي اسمها تشخص تفاضلي تشخص تفاضلي يقوم على أهم شي فيها هو طبيعة الملاحظة وعمق الملاحظة التي تفتح لنا قدرات أن نحن نشخص بطريقة مختلفة للمشاكل المزمنة أو التحديات المزمنة أو الفرص المستقبلية كيفية التعامل معها بطريقة سليمة طبعا أيضا واحدة من الميزات هذا المقرر أنه يساهم في جعل الطالب يتقن الأدوات التي تؤدي إلى مجالات الاقتصاد الاجتماعي وإلى أخذ الحلول والقضايا والتعامل مع التحديات التي تكون في هذا المجال من الاقتصاد الاجتماعي الذي هو يعتبر core of the businessman نحن صحيحنا اقتصاد الالهام لكننا مركزين أكثر شيء على الالهام الذي يتعلق فيه تطوير المجتمعات تحل المشاكل الإنسانية وبالتالي واحدة من فوائد في الحقيقة الملاحظة أنه تبني نموذج تواصل بيننا كخبراء وبين المجتمعات الأخرى تبني نموذج تواصل أيضا مع الاقتصادات الأخرى تبني نموذج تواصل مع المعنيين سواء المجتمع المستهدف أو الشركاء وبالتالي هي تعزز ثقافة الاقتصاد الالهام وتصنع لنا القدرة في التعامل مع القضايا وتحديات المجتمعات وخاصة في حلول التنمية والستدامة لذلك عندنا مادة نحن سوف نأخذها إن شاء الله في الفصل الأخير فصل الرابع إن شاء الله في موضوع التنمية المستدامة ونربطها في مفهوم الملاحظة واستكشاف الفرص أيضا المادة هذه تسهم في تطوير قدراتكم كطلبة على ممارسات اقتصاد الالهام بشكل فعال وما يحقق طبعا لكم الأثر في مجتمعاتكم وبالتالي ينشر فكر اقتصاد الالهام وأثر عملة الالهام التي نستكشفها في كل مرة وأيضا تساهم في وضع معادلات اقتصاد الالهام كما ذكرنا سابقا طبعا بدون الملاحظة لن نستطيع أن نجر البحوث ونطور في الحقيقة المستوى العالمي في التعامل مع القضايا الشائكة التي يتعرض لها سواء قضايا الجوائح أو الحروب أو تداعيات الأزمات التي تأتي أو القضايا البيئية أو الصحية أو القضايا المحقدة أو قضايا مرة ثانية الأقصى الاجتماعي أو أي قضايا في الحقيقة مستقبلية وبالتالي هي تسهم هذا المقرر في تعزيز مفاهيم البحوث التطبيقية بشكل أو بآخر طبعا تم تصميم هذا المقرر بحيث أن نتعرف على طرق استخدام الملاحظات الدقيقة من الميدان وكيف ناخدها وكيف أن هذه الملاحظات لما نستخدمها بطريقة سليمة وكيف أن هذه الملاحظات لما نرصدها بطريقة سليمة نصنع من خلالها فرص جديدة تسهم في التغلب على تحديات حالية أو مستقبلية وبالتالي ترتقي بالمجتمعات يبين المقرر كذلك دور الملاحظات وأنواعها وطرق رصدها وتصنيفها ومن ثم يعرج المقرر على طرق الاستفادة منها لاستكشاف الفرص الضائعة طبعا رح أيضا تناقشون في إن شاء الله في الصف في مراحل أولى من رسالة برنامجكم للدكتوراه كيفية الملاحظات والاستفادة من هذه الملاحظات في مشاريع التنمية المجتمعية وبالتالي هي مادة في الحقيقة عملية جدا لكم لمشاريعكم ولكل خطوة أن تتمشونها في كل المقرات سوف تعتمد على هذا المقرر أو هذا المادة لأن من خلالها تستطيعون أن تزودون قدرتكم على التعامل مع قضايا الاصصال الاجتماعي وبالتالي رح يكون هناك كثير من التجارب الميدانية التي تهدف إلى تقوية أدوات الملاحظة وطرق استنباط نتائجها في الأبحاث التطبيقية بشكل كبير والذي هو هدف طبعا أساسي في برنامج الدكتوراه في اقتصاد الإلهام طبعا إذا نستطيع أن نقول أن مخرجات التعلم مقصودة من المقرر إدراك أهمية وأنواع الملاحظات في مراحل جمع المعلومات الخفية للمشاكل الصعبة تقدير العلاقة بين قوة الملاحظة وقوة عملة الإلهام عبر مختبرات الإلهام كوسيلة لاستقلال الفرص مراجعة الآليات المتقدمة التي تسهم في ربط الملاحظات والفرص لإنشاء نماذج اقتصاد الإلهام توضيح كيف تعتمد الملاحظات والفرص على ظروف مختلفة عند جمعها ميدانية طبعا إحنا في هذا المقرر سوف نعمل على كثير من التمارين ولكن كما نقول دائما مهم جدا أن يكون المشروع المقرر هو أهم شيء في فترة طرح المقرر لأنه هو فعلا يعتمد على المهارات الميدانية وعلى تدريب العملي وبالتالي مطالب أنه يأخذ المشروع بأكثر ما يستطيع من جدية ويحاولون الطلبة يتعلمون بعضهم بعض في طرق أخذ الملاحظات لأنه فعلا هي مادة فيها ابتكار في طرق أخذ الملاحظات وبالتالي نستطيع أن نقول أن تفاصيل المقرر تتكلم على طرق جمع الملاحظات في قضايا الاقتصاد الاجتماعي الشائكة بشكل عام والمعقدة طبعا الملاحظات للمعلومات الخفية طرق التعامل معها في مراحل التطبيق كيفنا نكون عندنا تجارب ميدانية مع الملاحظات التي تصنع فارقا في الأثر ونستكشف من خلال الفرص وطبعا استخدام الملاحظات الدقيقة في التغلب على التحديات الحالية والمستقبلية للمجتمعات بشكل عام وكيفية أن ندرك الأنواع الفرص المستكشفة التي تؤدي إلى نتائج مؤثرة في المجتمعات المستهدفة يمكن عشان نفهم طبيعة الملاحظة وأهمية الملاحظة لو خذنا في موضوع جهزة تنفس صناعي في زمن جائحة الكوفيد شوفوا الملاحظة التي تميز فيها خبير إخصال الهام أنا لا أتكلم عن نفسي يعني واحد ممارس حق مفهوم الملاحظة والتقييم والتحسين المؤسسات والحكومات والمؤسسات الصناعية وغيرها لا نتكلم عن واحد أي إنسان عادي لما يفهم مفهوم الملاحظة كيف يستخدمهم نحن لاحظنا في بداية الكورونا مع زيادة الحالات الكورونا وخاصة في أمريكا أن كثير من الناس الذين يتعرضون إلى أجهزة التنفس الصناعي الذي هدد ترامب أنه لن يصدرها إلى الخارج هم في الحقيقة يموتون يعني أجهزة التنفس الصناعي هذه التي كانت حين أشرح عليها بالليزر هذه كانت سببت أو ليست هذه يمكن هاي الانفيجون بامب رح يكون أجهزة التنفس الصناعي هنا موجودة في الخلف هذه سببت في الحقيقة موت الكثير من الأمريكان والأوروبيين لماذا؟ لأن أجهزة التنفس الصناعي لم تكن بها حاجة لهذا النوع من المرض هذا النوع من المرض هو عبارة مرض فيروسي المرض الفيروسي هو يفترض أن نحن يعني نحاول نقضي عليه بحيث أنه ما ينتقل إلى الأعضاء الأخرى ما كان يعمله الجهاز هذا وهذه الملاحظة شوفوا الملاحظة البسيط أحين وليس المتخصصة ولاحظة بسيطة إنه كان يدفع هو يعمل كيف لما نفهم الجهاز هذا الجهاز التنفس الصناعي يعمل بالكومبرسور كومبرسور مثل ما عندنا كومبرسور في السيارة عندنا كومبرسور في المكيفات القوية فهو كومبرسور قوي يدفع المضخات هذه تضخ بقوة كبيرة الأكسجين والهواء في داخل الرئتين وهو ينزل على الرئتين صح؟ الفيروس الخاصة الأولي الموجة الأولى كان ينزل على الرئتين وموجة الثانية نفس الشيء فبالتالي إيش كنا نسوي لها؟ نقول لها لا تكتفي بالرئتين ولن نكافح بالرئتين نقوم ندفعها إلى أنه ينتقل للأعضاء الأخرى وفعلا هذا اللي صار في كثير من الناس أنه صار ما يسمى مالتي فانكشنال فيليار يعني أنه ماتوا كثير بسبب انتقال الفيروس في كل أجسامها لم يستطيعوا المقاوم فلاحظوا أن هذا المفهوم أنه في حق أجهزة التنفس الصناعي بس فهم الفكرة الأساسية من جهاز التنفس الصناعي فهم الفكرة الأساسية من الفيروس الملاحظاته طبعا وش الفاهم أنا أقصد فيها وملاحظات أن الناس اللي هما يعني غير مسؤولين وهما مسؤولين غير مسؤولين هما لا يستطيعون أن يفهمون هاي فصار صراع على أجهزة التنفس الصناعي نتكلم على هاي الأجهزة هاي الجهاز التنفس الصناعي هذا جهاز منترين مراقبه جهاز التنفس الصناعي موجود فيه مرتبط في هذا الجهاز مرتبط فيه أجهزة الأكسجين يعني يأتي أكسجين وهواء ويدخل داخل الجهاز ثم يدفع بالكمبرسور هاي كأنها هي عبارة عن الكابحة أو الضاغطة التي تحرك المرة ثانية الرئتين بقوة بينما العالم يمكن تغاضى أو لم يفهم أننا في حاجة فقط إلى هذا النوع من الأجهزة البسيطة اللي هو ما يسمى الأمثل أمبيوباك أو يسمى جهاز التنفس الانعاش البسيط البسيط جداً الذي لا يضغط على الرئة وهو يحرك الهواء نحتاج إلى أكسجين يتجدد لأن يصبح عندك ضعف في الشعيبات في الرئة ولكن كان ممكن من خلال الأجهزة بسيطة من خلال أجهزة موجودة أصلاً هي في كل المستشفىات ما يحتاج أن العالم يتخانقون فلاحظوا أنه كانوا إيش كنا نسرع إحنا في موضوع الوفيات مع أن الحالة ممكن ما تكون هي معقدة إلى هذه الدرجة نحن من خلال في الحقيقة المفهوم والملاحظة نستطيع نفهم أهمية عمل برنامج الدكتورة في خصال الالهام اتصاد الالهام وضع برامج الأكاديمية بناء على منطلقات الملاحظة ملاحظة من خلالها نبني في الحقيقة أهداف وغيات التعلم في برامجنا من خلال ملاحظة نبني النماذج الحية من خلال ملاحظة نصنع في الحقيقة الأبحاث التي تسهم في تطوير مشاريعنا الميدانية وأيضا تسهم في انتشار عملة اقتصاد الالهام من خلال ملاحظة في الاقتصادات الثلاثة أو الأربعة الالهام والمرونة والشباب واقتصاد أيضا استشراف المستقبل نستطيعا نخرج بمخرجات نصنع من خلالها قادة الهام نصنع من خلالها مهندسين الهام نصنع من خلالها خبراء الاقتصاد الاجتماعي يتعاملون مع قضايا الاقتصاد الاجتماعي الهجرة البطالة العطالة والتحدياتها وغيرها من القضايا العدال الاجتماعي المساوى الاستقرار الأسري الشباب وكل أنواع القضايا الاقتصاد الاجتماعي ومن خلال الملاحظة واستكشاف الفرص نقوي في الحقيقة ونصنع مرشدي التغيير ومن خلال أيضا الملاحظة واستكشاف الفرص نصنع خبراء في حل المشاكل ونصنع مبتكرين اجتماعيين يأثرون في المجتمعات بشكل أو بآخر فنموذج عمل برنامج الدكتورة يقوم مثل ما قلنا على مقرر مثل هذا المقرر المهم الذي يصنع منهجيات جديدة في طريقة تفكير على فكرة الملاحظة هي تبدأ بشيء بسيط لكنها متى ما دخلت من خلال الفصل الأمامي ودخلت إلى القلب لأن الملاحظة تتطلب شيء تطلب احساس بالآخر احساس بالمشكلة احساس بالقضية وأيضا ولكن عدم التعاطف ونشتغل بالعاطف لا احساس فيها نسميه انبثي وليس سيمبثي وأيضا ربط القضية بالعقل والعقل يحرك الدماغ فالعقل هي أداة فعل الدماغ العقل هو يحرك الدماغ والدماغ هو اللي يستقبل أول شيء شنو الاشعاعات والإشارات الضوئية ومن خلال الحاسيس يستقبلها من خلال الفصل الأمامي في الدماغ الذي يربط الأشياء مع بعضها البعض ويستخرج لنا الفرص بطريقة أو بأخرى لذلك احنا في اقتصاد يقوم على أن العلم ليس في الكراس أو في الراس ولكن ما وصل وألهم الناس وطبقهم المراس وارتفع بالإحساس فلذلك في دراسات الحالة رح نجد كثير من المفاهيم التي انطلقت منها الملاحظات وصنعت من خلالها حلول للمجتمعات بشكل أو بآخر تحت مسميات مختلفة ليس بالضرورة اقتصال للهام لك اقتصال للهام يوظف هذه الملاحظة ويعتبرها شيء أساسي لأن من خلالها نستطيع نفهم لماذا العالم الآن يعاني من الخصوبة لماذا العالم الآن يعاني من كبار السن لماذا نمر احنا في ما يسمى الاجينج ايكونومي اللي احنا يعني متقدمي فيه مقارتا بالجهات الأخرى في العالم كاقتصاد يعني اقتصاد للهام أيضا وما أسباب مرة تانية أن الخصوبة في مناطق معينة موجودة ما زالت بعض الشيء مثلا في دول أفريقية موجودة الخصوبة لكن في الدول العربية بدأتقل مقارتا بأفريقيا ثم طبعا أوروبا أقل أيضا ثم لما نصل إلى اليابان والصين الآن بدأت تعاني بشكل كبير فلاحظوا هني وبدأ يزيد ما يسمى وبدأ يزيد ما يسمى أي كثرة نسبة المعتمدين على الأشخاص القادرين على العمل اللي هما كبار السن أو الصغار الصغار قليلين لكن صار الكبار السن هما المعتمدين على الناس تعمل لأن مهما يكون يعمل الإنسان فوق العمر السبعين يقل ثم خمسة السبعين يقل ثم يصل ثمانين ما يستطيع يعني الفنكشناليتي مالة كاملة ما يستطيع سواء حركيا أو قدرات ذهنية وقليل من الناس الذي يستطعونهما فوق عمر الثمانين تكون قدراتهم الذهنية عالية كما كانت في الستينات والسبعينة إذن إحنا في دراسات الحالة لازم نفهم أن اليوم إحنا لازم أن يكون عندنا ملاحظات على كبيرة ماكرو هي على حجم العالم وتغيراتها على الصير في العالم أو على حجم ما يحدث في الماراثاني على مستوى مشكلة محددة بشكل أو بآخر طبعا هذا يطلب مننا أن نحن نفكر مرة ثانية مثل ما قلت بطريقة مختلفة ويتطلب مننا أن نحن نشوف الأمور بطريقة مختلفة لاحظوا كان يعني خصوبة لكل امرأة في العالم كانت نسبة ثمانية في المعدل بدأ يقل طبعا نجد أن الدول كلما زاد فيها الحضارة والطبق الوسطى خاصة دول الصاعدة ودول الغنية يزيد عندها مرة ثانية التقل عندها الخصوبة ويزيد عندها كبار السن تحاول اختصر عبر السنوات لاحظة المتوقع أن العالم يكون عنده نسبة خصوبة متدنية جدا في خلال الخمسين سنة القادمة نحن متوقع أن نحن مع خلال نهاية هذا القرن يعني رح يكون في عندنا إشكالية كبيرة في حصائيات الخصوبة بشكل عام وطبعا رح يكون فيه هناك ترابط بين الخصوبة قلة الخصوبة وأيضا زيادة البطالة بالرغم أن الطلب على الناس ليش؟ لأنك يزيد محلة هو الزيادة المرة ثانية الربوتات أو الاعتماد على الآلة فأيضا هذه رح يسوي مشاكل كثيرة في العالم مع وجود شباب هم عاطنين على العمل ويؤدي إلى فقر أيضا نوع من الفقر ويؤدي إلى زيادة الهجر خاصة في الدول التي لا يوجد فيها مرة ثانية شباب الدول التي تفتقر الآن الفقر رح يكون فقر المياه وفقر الشباب هذه واحدة من الأساسيات بجانب التصحر والمشاكل البيئية الأخرى نقف معكم أخواني وخواتي عند هذه بدايات الملاحظات في مختبرات اخصى للهام نكمل معكم إن شاء الله في الجلسة القادمة شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة